تقى سامح شكري وزير الخارجية في اليوم الثاني زيارته الحالية للعاصمة بروكسل مع نائب رئيس الوزراء ووزير خالجية بلجيكا حيث عقد جلسة مشاورات لمطابعة مصر العلاقات الصنعية بين البلدين والتباحث حول تطويرها في شتى المجالات خلال الفترة القادمة لسيما الرغبة المصرية في التعاون وتشجيع رؤوس الاموال البلجيكية على الاستثمار في مصر وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مباحثات الوزيرين اجتملت على تبادل النظر تجاه بعض الأزمات حيث ثمن وزير الخارجية المواقف المصرية المتوازنة التي تحرص على الاستقرار وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير تناول تفصيل الرؤية المصرية لمحاربة الإرهاب في إطار دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدين مؤكدا على عدم التمييز بين تطرف عنيف وغير عنيف حيث الجامعات تستقي أفكارها ذات المنبع الذي يحض على العنف والقتل بما يتنافى مع الإنسانين